فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وقفنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوا بعض القرآن ببعض قال رحمه الله وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث قوله ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد ما زال الشيخ رحمه الله في سياق النهي عن الاختلاف الذي هو اختلاف التضاد الذي يؤدي إلى الهلاك واختلاف التضاد ومخالفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهما يؤدي إلى الهلاك والغرض من سياق الشيخ رحمه الله هذه المسألة والإيطالة فيها نهي هذه الأمة أن تسلك مسلك الأمم السابقة في اختلافها على كتاب الله وعلى أنبيائها فهذه الأمة يجب أن تحذر من هذا المسلك الخطر والمنعطف الصعب وفي المثل خيركم من وعظ بغيره فهذا قصد الشيخ رحمه الله يقول أن هذا الحديث كتب به الإمام أحمد إلى المتوكل الخليفة المتوكل